السيدة سعادة ديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستلك بتنظم إلينا هاتفيا صبع الخير يا فندم وخليني أسأل بس حضرتك الأول على الأوكازيون في يوم الثاني وما التخفيضات اللي بقالها فترة شغالة في الصيف دي كانت حاجة تانية ولا إيه عشان برضو نبقى متابعين الفرق لا إحنا عندنا يعني مدتين فيه أوكازيون في فيه أوكازيون شيء الأوكازيونين دولة بيبقوا أهم الأوكازيونات الرئيسية بالنسبة لها لكن أنت من حق أي حد من السجدار أو من الأصحاب المحلات أنهم يعلنوا أنهم عايزين يعملوا مثلا تقصيدات يعني بيأخذوا موافقة من وزارة تجارة الداخلية بأنهم عايزين يعملوا مثلا تقصيدات وبيحطوا نسبة التخفيض اللي هم عايزينها وده بناء على الموافقة دي أنهم هيقدروا يعلينوا عن التقصيدات لأن فيه بيبقى فيه متابعة ده متابعة للمحل ده أنه هو عمل تقصيدات ثاني هو بقى عمل تقصيدات حقيقية أو عمل تقصيدات ما هيش حقيقية ديه بقى بتبقى تبقى ليه متابعة بتاع تلك فيه التخفيض الصيفي بيبقى دايما في أول شهر تمانية التخفيض الشتوي بيبقى في شهر فبرايس فالتخفيضات في العادة بتبقى فرصة للناس اللي عايزة تجاهز ولادها لأنه بيبقى عدد المحلات اللي داخلت بالتخفيضات بيبقى كثير أنا بشوف أن نجحنا ده شيء جيد أن يبقى فيه عندنا مواعيد محددة للتخفيضات ديت اللي عايز يستعيد للنزول ينزل قبليها يشوف أول الأسعار الحاجات اللي مستجدها يرصدها مش إن هو ينزل كده طباطا وخلاص وبعدين يجي يقعد بقى بعد كده ممكن يبقى فيه حاجات خلبية ممكن لا أنا ما عملش كده أنا قبل منزل الأوكازيون هو معروف معاجه قبل منزل بروح الأوكازيون أشوف الأول أنزل واشوف السوق وانزل وارصد المحلات اللي أنا ممكن أن أشتري منها والحاجات اللي أنا عم أحتاجاتها وحتى الأسعار اللي هي قبل الأوكازيون أشوفها قد إيه يعني إنه في بعض الأحيان يقال إنه هم مثلا بيرفعوا الشعر يعني بعد في الأوكازيون عشان يشبط التخفيضات في تبقى عالية لكن هي ما يشبطها عالية طب الشخص اللي يلاقي ده يعمل إيه يا فاند؟ يا والله لما أنت تلاقيه كده بيتبلغ لإما عندنا في حماية المستهلك يعني في جهات حماية المستهلك لإما في اللي هي التجارة الداخلية أو ده بيعتبر نوع من الغش يعني إنها في الغش تبري في الوزارة طب يعني يا أستاذ سعاد إزاي بيتم التعامل مع يعني من يقوم بهذا الغش يعني حضريك ذكرت إنه على الموطن هو ينزل قبل فترة الأوكازيون ويشوف فعلا الأوكازيون حقيقي ولا لا لو نزلت أو حصل يمكن إن نزلت بشوف سعر معين للمنتج قبل فترة الأوكازيون وساعة فترة الأوكازيون برجع أشوف الليبل اللي بمكتوب عليه السعر القديم والمخفض برلاقيه مزود السعر الرئيسي ومخفضه بقى للسعر اللي أصلا كان موجود قبل فترة الأوكازيون بيتم التعامل مع يعني الجهة دي أو المحل ده إلزاي إذا ما أطلق عليه إنه غش تجاري وده بيتعمله محضر والوقت في الغرامات على فكرة بقت يعني برضو متعالة يعني بيتعمله محضر وبيتحول الموضوع إلى الديابة وبيتعمله غرام لأنه يعني الغرامات بتاعك الغرامات مادية فأنتي آآ بأهوة علشان كده إحنا بنفكد على أنه لازم يبقى المواطن نفسه عنده درجة كثيرة من الوعي في التعامل مع السوء والجانب الآخر لابد إنه الناس اللي هما بأصحاب المحلات يبقوا حريفين على إنهم مثلا ينفذوا التعليمات اللي بتيجي التعليمات بتقول إنه لازم أنت حتى تحط السعر بتاعك على السلعة أنا أنزلت أول إمبارع وأول إمبارع نزلت السوء شفتك كثير من المحلات مشحطين أي بيانات سعر على السلعة ده في حد ذاته مخالصة لأنه لابد إن يكون السعر مكتوب على السلعة أنا وأنا كمواطن أو كمستهلك لي حق الاختيار والله السعر ده عجبني وشايفة إنه هو يعني يتناسب مع السلعة اللي أنا بقشريها ممكن وإمكانياتي تسمح بها زي بشريها لكن ما تقودش بقى بعد كده يقودوا يقول لك السوق مش حارفة إيه ما قالتو ما فيه إحنا بنختار إحنا نأه إمتى طالما إنه إخلق الثقة بينك وبين المستهلك علشان المستهلك نفسه يبقى حريص على إنه يشتري منك مرة واثنين وثلاثة لكن إنت لو إنت غشتني مرة لأن الوقت اللي هي السوق مفتوح وبعدين فيه منافسة ما فيش أسعار الأسعار ما هيش يعني عارفة ما هيش يعني زي أيام الطعام العام مثلا لا مدعومة ولا بداء لكن على الأقل خط ساق مناسب بظل لهذه المنافسة علشان تكتكب الزبون وكمان الزبون يشعر إنه هو لما بيشتري منك الحاجة أكيد أكنه مش خطرات أكيد يعني ما تبقىك تدحكت عليه ما تبقىك إخلق ثقة بالضبط عشان يشهد يعني الموسم الأوكازيون رواج التجاري أنا بشكر وجوه حضريك معنا أستاذة سعادة ديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك شكرا لجوه حضريك معنا